قدمت إمارة ليشنشتاين مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة محايدة تساعد في التحقيقات الجارية في الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ خمسة أعوام هذه الآلية التي لم يتم التشاور مع سوريا بشأنها سيحق لها التدخل في القضاء السوري وسيتم تمويلها من مساهمات دول أعضاء وليس حصرا من ميزانية الأمم المتحدة سوريا وعشرات الدول الأخرى اعترضت على صلاحية الجمعية العامة لإنشائها هذه الصلاحية مناطة حصرا بمجلس الأمن بمجلس الأمن وليس بوفد أمارة ليشتنشتاين المتحالفة مع مشيخ قطر فكيف الحال إذا كان من سيمول عمل هذه الآلية هم رعاة الإرهاب في سوريا وعلى رأسهم الشعودية وقطر وبعض الدول الأوروبية التي تفننت في تصدير إرهاب أوروبي محض إلى بلادي وإلى العراق حاولت سوريا إيقاف التصويت بدعي أن المصارى يتعارض مع الشرعية الدولية ومع ميثاق الأمم المتحدة ومع مساعي مجلس الأمن الدولي للحل في سوريا وهو يشكل سابقة يمكن البناء عليها لفرض وصاية على أي دولة في المستقبل مع ذلك أصر رئيس الجمعية العامة على طرح القرار على التصويت لم يجري أي تفاوض على نص القرار هذا الأسلوب مسيس وانتهازي والآلية ما هي إلا تمرين سياسي لا فائدة منه مصر، اندونيسيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، الصين، وفنزويلة والعديد من الدول الأخرى احتجت على القرار وشككت في صوابيته كونه يتعدى على صلاحية مجلس الأمن الدولي ما من شك في أن القرار ينطوي على أجندة سياسية بذريعة تطبيق العدالة الملاحظ أنه بعد استعادة شرق حلب من قبل الجيش السوري من الإرهابيين جرى الدفع بعدة مبادرات على عدة مستويات ومن ضمنها في هذه الجمعية تطبيق القرار يحتاج لتفسير وتمويل وتعاون لسيما من قبل الحكومة السورية وهذا مستبعد تماما لكن مندوبي قطر والسعودية وتركيا هللوا لصدوره واعتبروه إنجازا سياسيا كبيرا الدول التي عرضت القرار أو تلك التي امتنعت عن تصويت عليه استغربت انعدام الشفافية والسرية التي اتبعت في إعداد القرار وطرحه بسرعة كبيرة مما جعل دول بعيدة مثل سنغافورة مثلا تعترض على القرار وتطلب من الأمانة العامة إضاحات كثيرة حول كيفية تطبيقه نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين